ما بعد التنامي إلا النقصان إنه لسن حال هذه الصحف بعد عقود عاشت فيها أو شعبائها فصنعت ووجهة الرأي العام وحملت أهم العناوين والأخبار كما نشرت مقالة الرأي المثيرة مع التحقيقات والتحليلات الرسينة والتغطيات الهامة إلا أن عجلة الزمن وإن مرت بمهل لن تكون رؤمة أكثر وها هي صحفة الورقية بدأت تخفض ويقل بريقها الصحفة الورقية بشكل عام بدأتهم مرتانة سبعينات على ما أعتقد مع جريدة الشعب هي أول جريدة منتظمة ورقية فعقب ذلك شهدت تطور كبير في سعينات خصوصا بعد إعلانة ديمقراطية وإعلانة تستور والتوجه لحياة ديمقراطية وإن الحياة ديمقراطية الطبيعية لا تتم دون الصحافة والأحزاب السياسية والمجتمع المدينة الصحفة التقليدية بصفة عامة التلفزيون، إذاعة، الصحافة الورقية كلها تراجعت تحت ضربات الإعلام الجديد وإعلام السريع وكان من طبيعي أن يكون أبرز المتراجعين أو أول المتراجعين هو الصحافة المكتوبة لأنه مدة أن تحرر صحيفة وتذهب إلى المطبعة وتسحب وتوزع يكون الخبر قد مرأ أو قد وصل الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الإلكتروني قبل وسائل التواصل الاجتماعي الصحافة الورقية وإن أخذ إشعاعها بالانحسار مقابل وسائل الإعلام المتلاحقة والتحول الرقمي الذي يعيشه مجال الإعلام إلا أنها متزال تتميز برصيد من المصداقية والثقة من لدن القراء إضافة لأرشيف حافل واكب أبرز الأحداث السياسية والوطنية وهي عوامل تجعلها تتشبذ بالبقاء والاستمرارية جريدة الشعب جريدة مقروعة لأنها تعتبر المصدر الرسمي الخبر المنشور في جريدة الشعب يؤكد خبر رسمي وخبر حقيقي يعني مثلا خالي من الشاعة ثم أن جريدة الشعب تؤرخ أو توثق المعلومة الرسمية أو المعلومة النشاط الرسمي النشاط المقامبي إذا نشر في جريدة الشعب هذا أصبح في قائمة الحفظ الحفظ الضحاف الورقية الموريتانية حتى اليوم تحمل معها تحديات النشأة وولدت في ظرف غير سوي جدا على الرغم أنها يعود لها الفضل في احتضان التجربة الدموقراطية الموريتانية لأن مع بداية المسلسل الدموقراطي الموريتاني كانت الصحف الورقية الموريتانية هي المتنفس وهي الحاضنة الوحيدة للمشهد السياسي وحتى للفاعلين السياسيين في هذا البلد وبالتالي قد يكون هناك تخلي عن الصحافة الورقية من طرف بعض الفاعلين السياسيين والتنموجين في البلد ولكن الصحافة الورقية القائمين على الصحافة الورقية عليهم أن يتحملوا من سوريا وفي حالة الصحافة الورقية هذه ربما تكون هي من أفنت ذاتها من حيث لا تدري فغالبا يرجع لها الفضل في تكوين أعلام الصحافة الرقمية والتقليدية المنافسة وأبرز وجوهها وتزويد المنصات والمواقع الإعلامية بطواقمها الصحفية من الصحافة الورقية وموريتانية رغم أنها ورق ترفي ونفلسها الأخيرة لأنها زودت القانوات الموريتانية والمنافسات والمواقع الإلكترونية بأهم الطواقم الصحافية التي تشتغل فيها وبطبيعة الحالة الصحافة تقوم كأي مجال آخر عن عصر البشري بالدرجة بفعل سرعة المنافسين في نقل الخبر وقدرتهم على الانتشار والوصول للمتلقين الذين أتيحت لهم فرصة التواصل والتفاعل بفضل تقنيات وشبكات الاتصال التي وفرت الوقت والجود وتصفح المدائمة لأغلب ظروف الزمان والمكان تكاد صحافة الورقية لا تجد ما تتوقع عليه سوى حالة من الولاء يعيشها بعض القراءة الذين شكل قراءة الصحف والمجلات عادة صباحية يرفضون التخلي عنها قد تكون حالة نفسية بين الصحافيين المشاغلين بالصحافة الورقية وبين بعض القراءة أيضا لديهم الرغبة الجامحة على أن يستلموا الصحيفة الورقية وتصفحوها في السيارة وتصفحها في المقاهي وتصفحها في البيوت وخارج الدوام وبالتالي هذه حالة قائمة ولكن أيضا هناك مطلب طبيعي للصحافة الورقية والصحافة الورقية هي الخرشة الصحفية تبقى دائما هي المدرسة وهي الأم لكن أن نقول أنها ما تزال قادرة على المواصلة هذا بقدر أيضا من التفاعل تقدر تقادر على المواصلة عن طريق المناصات التي تكلمنا عنها لكن ما تقدر تعود حالا وذا ينحاني جريدة الشعب التوخل لكي نشوف فيها أخبار موريتاني والجريدة أخرى ثاني تحديات عدة تواجهها الصحف والمجلات يحمل ممارس الصحافة الورقية همها تارة لوحدهم وتارة مع شركائهم المطبع الوطني من أهم دورها هو طباعة الصحافة الحرة الورقية بشقيها الخصوصي والعمومي بأن جريدة الشعب وريزون من المهام التي تقوم بهم المطبع بإضافة إلى جميع الصحافة الورقية الخاصة اليوم والسبب في ذلك هو التخفيض التي قايمة به المؤسسة والقدرة هي المؤسسة الوحيدة القادرة على استقطاب جميع هذه الصحافة الورقية تحديات أمام الصحافة الورقية الموريتانية من ضمنها التوزيع لا توجد في البلد أي مؤسسة توزع الصحافة الورقية وحتى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لا تشترك في الصحافة الورقية الصحافة الورقية تدرك اليوم بوضوح أن بقاءها أصبح رهن شروط قاسية والواقع أن الصحف والمجلات الورقية أصبحت تشكل عبء ماليا تنوء به مؤسساتها الإعلامية ترجمة نانسي قنقر